يحتفل العالم اليوم بما يسمى ساعة الأرض من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية في الشركات والمؤسسات والمنازل لكن ما هو سبب ذلك وإلى ماذا يهدف؟ نتابع التفاصيل مع الزميل محمد فروانا ساعة الأرض هي حدث عالمي سنوي من تنظيم صندوق العالمي للطبيعة يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة الثامنة والنصف حتى التاسع والنصف بالتوقيت الدولي المحلية في الثلاثين من مارس من كل عام مدينة سيدني الأسترالية هي أول من بدأت بهذه الحملة في العام 2007 فاستخدمت المطاعم شموعا للإضاءة وأطفأت الأنوار في المنازل والمباني البارزة بما فيها دار الأوبرا ومنذ ذلك الحين ازداد هذا العدد ليصبح أكثر من سبعة آلاف مدينة وقرية حول العالم لكن عربيا إمارة دبي هي أول مدينة شاركت في ساعة الأرض عام 2009 تبعتها العاصمة السعودية الرياض عام 2010 الهدف من هذا الحدث هو رفع الوعي بخطر التغير المناخي وحماية كوكب الأرض إضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتشجيع الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء يوميا ومحاربة التلوث لكن مشاهدنا هناك هدف أساسي من ساعة الأرض وهو نقل التحرك العالمي لمواجهة التغير المناخي الذي يهدد فعليا كوكب الأرض من قاعات المؤتمرات إلى غرف المعيشة في المنازل